صباحات العوافي تكتب ورقة علمية أو حتى تكتب مشروع تخرج أو أي أن كان اللي نحن عايزين نتكلم عن البحث العلمي الكتابة ورشرة أوراق العلمية بس بما يخص المجال الطبي وأسعد جدا أن يكون معايا داخل الأستوديو دكتور ضحى أبو عبيتة ودكتور أشواك عبد الرحيم أشواك صباح الخير وصباح السعاد عليك صباح الخير وصباح الأمطار وصباح البركة صباحكم جميعا الله يخليكم صباحك دكتور ضحى صباح الخير وصباح السعاد طبعا الأجوات تحت الهواء كانت مليانة جدا بالحماس وخصوصا يا جماعة الجو صراحة بمساعد جدا أن الواحد يكون قاعد إحنا ما كانت لها وصح طيب إحنا عايزين نتكلم بداية عن الجانب الخاص بالبحث العلمي لو قلنا هو تعريف معاك دكتور أشواك بداية بيتفاصيل العامة ممكن يكون شنو طيب إحنا لما نتكلم عن بحث علمي معناه طريقة منهجية طريقة منهجية فيها خطوات متتالية الخطوات المتتالية دي بنعمل بها شنو؟ بنجمع فيها بيانات وبنحللها بطريقة معينة ومساستمة طيب الهدف منها دايما بيكون أنه إحنا عندنا مشكلة عايزين نحلها وفي نفس الوقت أو في نفس الوقت أنا عايزة أزيد من المعرفة والنوليج في موضوع معين طيب أنتي يمكن آخر معلومات ذكرتية اللي هي خاصة بزيادة المعلومات وممكن تكون إضافة في مجال معين لو أخذنا مثلا بالطبيق نحنا عندنا بحث علمي وحبين نحن نبدأ فيه نجمع معلومات عشان ما نقدر نكون متميزين سواء كان في أدوات البحث أو حتى في المعلومات اللي إحنا إن شاء الله حنقوم نجيبها لكن ونذكر معاك برضو دكتور رضوحة أهمية البحث العلمي عموما في المجالات الطبية خصوصا أنه ده مجال متطور كل شوية أنت واحد مستفيد يعني ما بيقدر يقول فيه حاجة لأنه المجال الطب عنده خاصة يجنونهم متطور طوالي يعني لازم أنت تكون أنا كطبيب ممارس لازم أكون حاجة آخر الأبحاث آخر الطوال قريحة بنشخص بيها الأمراض العلاجات اللي نديها للمرضى فلازم تكون أنت يعني أبديت في آخر حاجة حصلت شنوه بعد مرات فيه خاصية عندنا في الحقل الطب فيه أمراض تتخصص ببلد محدد ما بتكون موجودة في الثانية فمن هنا بتكمل أهمية أنه أنا أعمل أبحاث تخص المنطقة اللي أنا عايشة فيها الحتة اللي أنا فيها اختلاف الكوميونتز إحنا العايشين فيها برضو فدي بتختلف من حتة الحتة فعشان قريبتي أهمية أنه أنا أعمل بحث خاصة بي في منطقتي في الشعب بتاعي ما دايماً أنا أتبع المناهد الأبحاث اللي بتتعامل من حتات خارجية عالمية برضو أي واحي كويسة من كل النواحي لكن برضو بتي أهمية أنه أنا أعمل حاجة خاصة بي أنا فيه برضو بتهمني أنا عشان أنا أقدم أحسن الخدمات الصحيرة للمرضى بتاعني بتتطلب مني أنا أكون ذول بديت تعارف آخر حاجة حصلت شنو أقدمها للمرضى بتاعني في المدال بتاعي ممكن دي كلها جوزة من الحالات اللي هي مهمة جداً بواحدة يقدر يعمل بيها بحث علمي ويكون مستمر ما أسبوع أسبوعين أو ما شهر أو لأ له لازم يكون دايماً في حالة بتاع بحث مستمر عشان ما يقدر يوصل لنتائج أكيدة طب هو المواضيع اللي بيجي بيختار عشان ما يعمل فيها البحث العلمي بيختار على إياسات وبيت وتفاصيل طبعاً المواضيع اختيارة دايماً بيعتمد بيعتمد هل هيقوم بالبحث هو فرد ولا مثلاً هتقوم به مؤسسة بحثية أول حاجة دايماً إحنا بنقول في الاختيار طبعاً بيعتمد على الرغبة يعني مثلاً كل واحد بيكون عنده رغبة عايز يتخصص به حتى في المجال الطبي في واحد بيكون مهتم بمجال الأطفال في واحد مهتم بمجال الأمراض السرطان في واحد بيكون مهتم بالعلاجات فالمجالات مختلفة فانت بتختار حسب تخصصك وحسب رغبتك الحاجة الثانية المهمة جداً المشكلة هي قدر شنون في البلد أو في المكان اللي انت فيه كل مكانت أيوة يعني كل ما أنا عندي مشكلة كبيرة والمشكلة الكبيرة حقيقة هي مثلاً أخذ من ميزانية الدولة مثلاً أخذ من صحة الناس ومستهلك صحتهم هنا بتكون أولوية في البحث لأنه حل المشكلة دي هيقلل لي من الصرف على المشكلة هيقلل لي مثلاً هيحسن من صحة الناس وهكذا فهي دي برضو من الحاجات الثانية اللي بتكون مهمة برضو من الخيارات اللي بتهمنا أنه يكون البحث في روحه مقبول اجتماعياً وأخلاقياً يعني أنا ما ممكن مثلاً أجيب مادة ضر وأجربها في الناس هنا غير مقبول تماماً أخلاقياً بالنسبة للناس في أسباب كثيرة تالية يمكن بتتكلم على مثلاً إمكانياتي مثلاً أنا عشان أقدر أعمل البحث بتتكلم على مدى مثلاً هل البحث تم عمله قبال كده ولا بحث جديد ففيه أختيارات كثيرة بتساعدنا فيه كريتيريا كثيرة بتساعدنا على اختيار البحث اللي احنا عايزين نختاره فلازم نرجع زي ما أنت ذكرتي لكل المعلومات الأساسية سواء كان شون الحاصل في البلد عموماً أو أياً كان طب إحنا هل بنقدر نقول إنه في البحث اللي عنده أنواع طب أنواع أخذنا معك جسمناه في نوعين أساسيات بيتكلم عن البحث النوعي والبحث الكمي فالبحث الكمي اللي هو بيوريني مثلاً توزيع الخصائص الديمقرافية بتاعت المجموعة اللي احنا عايشون فيها المجموعة تحت الدراسة بتاعته عندهم صفات محددة أعمارهم في أمراض عندهم فدايما بيهتمالي بتديني أرقام ونسب وأنا بشوف وعلاقات بين خصائص وبطلع منا بخلاصة أنا بقدر بعد ذا أعميمها على المجتمع نحنا فيهم دمين دايه النوع الكمي عندنا النوع الثاني النوع النوعي بحث النوعي اللي هو ده بيهتمالي ما بيديني أرقام لكن بيديني أفهم فيه ظاهرة فيه طبيعة حاصلة فيه حاجة غريبة مثل المجتمع بالنسبة لي ملجت لا تفسير وبحول أفهم الحاجة دي حصلت لي ما بد عامل هنا بد عامل مع أرقام يعني فيه طرق كثيرة أنا بطبق بالحاجة دي بجيب الناس أخذ معهم في لقاءات في مجموعة نقاش أعمل لقاءات مع ناس في الخبرة في المجال ده وبنبدأ ندخل معهم في استفادة وبعد مرات حتى بس بقعد وبلاحظ يعني أنا بكونك بلاحس بس بلاحظ الناس بتتصرف شنو بتعمل شنو وبحاول بعد ذا ألقاليها ربط وحل اللي الناس عملت كده اللي الناس سووا شنو الأسباب وراء الحاجات الظواهر الفاصل لنبي انتي دخلت كمان في أدوات البحث العلمي مع ماك سوكتيها معاك طيب يعني أنا عايزة ندي المشاهد معلومات زيادة وأكتر بالتطبيق على أنتو مجالين مختلفين انتي دكتور أشواج صيدلانية ودكتور أضوحام هي طبيبة لو أخذنا الجانب بتاع البحث العلمي وقدروا ممكن نكون أثرة على مجالكم انتو اللي اثنين وخصوصا المجالات دي وزي ما احنا ذكرنا انت لازم تكون في بحث مستمير دايما عشان ما تقدر توصل لنفسك وتحقق نجاح مستمير فهاخد معاك دكتور أشواج بداية وطبكت البحث العلمي عملتيه شنو لحد ما ما شاء الله وصلت المرحل وأكيد احنا بريث من انك توصل لمراحل اللي قدامك طيب زي ما قلت أنا صيدلانية والصيدلانية معناه أدوية أدوية معناه يعني بحث علمي بشكل متواصل زي ما احنا عارفين أنه الأدوية قبل ما يحصل لها تتشين وتطلع يعني أنه هي تبقى خلاص أبروفت بالدولة أن الناس استخدمها لازم بتمر بمراحل كبيرة جدا من البحث ودائما معروف بأنه الأدوية تحديدة ممكن من أكتر التجارب اللي هي بيكون مدفوع عليها وموفق عليها من قبل الشركات للي إنه فيها عبارة عن بحث تجريبي بيتم تجربة الدواء طبعا بطريقة مساستمة بطريقة علمية بطريقة أخلاقية لغاية بالفعل ما يتم أنه إحنا الدودة فعال وبالتالي يتم الأفراد بالنسبة لنا يمكن إحنا خلال الجامعة طبعا بنعمل البحث أنا كنت محظوزا أنه أنا شتغلت فترة في إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في السودان وكنا هناك شغالين في وحدة البحوث وحدة البحوث كنا بنتعامل مع كل القطاعات التوبية لأنه في النهاية هي عملية ممنهجة يعني حتى لو التخصص بيقى مختلف لكن العملية هي عبارة عن عملية ممنهجة وبالتالي كنا عندنا المقدرة على أنه نساعد في البحوث ومنها جاءت الفكرة أنه أنا وزميلتي ضحى أنه عملنا البحث العلمي عملناه بطريقة أنه يدي الناس الاسكيلز إحنا من الكلام عن مهارات أكتر من فكرة كلام أو نوليج أنه كلام ونوليج موجود في أي مكان أنه إحنا كيف نكسب الناس المهارات العملية اللازمة عشان يقدروا يطبقوا بحثهم بالصورة بترضيهم وبالصورة الصحيحة جميل طيب يعني ما خلت حاجة صح؟ أنا حسات النظر بتاعتين طبعا هجوشنو طيب دكتر ضحك إذا جانب تعليم مختلف والصيد ضحك ممكن ما بعيدين من بعض لكن برضو في جانب خاص من التطور والجراية المستمرة والواحد ما بيوصل يعني حتكون دايما عشرين سنين ممكن عشان توصل لمرحلة أنت أكيد عايزة وقد تكون أكتر معاك نعرف أن البحث العلمي ممكن يسهل علىك وصولك لأحلامك وممكن يخليك تحقق جوزه كبير من الطموح التي تريد أمام أعتقد أننا كطبا يعني واحدة من الحياة الأسلام الأساسية خلتنا ندخل للطيب فقال أنا حكايتون وأنا عايزة أساعد الناس أساعد وممكن أعالي جانب الإنسان الجوائب أي تقول أنت عايزة وكلا تدارة بين العين والموت فأنتي بتحسي أنه أنا أنقصت الحياة فبتلقي أنه إنتي بتستغل تشتغلي لما تكون ممارس تطبف على المستشفى أو في عيادة تكوني على مستوى شخصي يعني مريض مريض لكن البحث العلم يديك حيث أن أنت تشغل على مستوى أكبر أنا بشتغل على مستوى مجموعات على مستوى الدول يعني مجالك يكون أكبر فأنا ممكن أعمل بحث بطريقة كويسة جوي شديد يطلع عليه في نهاية مثلا أطلع بتحصين لمرض محدد فأنا بدل الناس تعيوا تصنفوا المستشفى أنا بصنفوا قبل ما هم يصنفوا والإفراد بيكون أكبر شديد فدي كانت يعني حسيت أنه أوكي البحث العلمي بحاجي إليها دفيل أنا عايزة ولكن بطريقة أكبر على المستوى أكبر صح ودي بعملي يعني رضا نفسي بيكون مبسوطة من نفسي بحاجة الحاجة اللي أنا عايزة على مستوى أكبر أفيتة بلدي بجد لأنه نحن بنتكلم عن دولتنا شوية بصورس زال فيها محدودة فإنت بتجد تخدم على مستوى أكبر بميزانيات أجلة خدمة حاجة مخصصة لمجتمع عنده خصائص مختلفة حسب أمراض مختلفة ده على المستوى المهني على المستوى الشخصي أكيد أي زول أي طبيب أو أي زول بيكون نفسي إنه يكون متميز في مجاله ودائر يصل أعلى المراتب اللي هو عايزة دي برضو البحث بيقدم لك الحاجة دي أنت بتقوم مميز في مجالة بتاع البحث العلمي الناس ممكن ترجع لبحوثة تستند عليها تتم عليها بتطلع مؤتمرات توري الناس لقيت شنو عملت شنو بتتناقش معهم تعملوا مشاريع يعني مع بعض تبادل المعرف بدا زاته أكيد أكيد بدودك حدث كتير أكيد حد قمت وده بيؤدي لنا إفادة على مستوى الشخصي وعلى مستوى العلمي فيه ترقييات بتحصل برضو بالبحث العلمي فعندهم يعني خواهد كتير شديد لا تعتقد جمعنات تركيز على الجانب البحث العلمي خلينا نقول في كل المجالات ما بس في المجال الطبي لكن زي ما احنا ذكرنا أهمية البحث العلمي المستمر في المجال الطبي النسبة اللي هو مجال مطور وأكيد يعمل بحث علمي أنت بتحتاج جدا لكي تتجمع بيانات فنادر ما تلقي البيانات الصحة اللي انت عايزها بالأقامة النهائية بالإحصائيات الحقيقية ممكن تكون مطلوبة وخصوصا ما شاء الله مستشفات منتشرة يعني فانت كيف تقدر تعالج الجانب بتاع جمع البيانات وتستغل الحتة بطريقة سليمة وتوصل للبحث اللي انت عايزه جمع البيانات دي يمكن هي نقطة مهمة جدا في عملية البحث أول حاجة أنا عشان أجمع البيانات الصح لازم أربط البيانات اللي أنا عايزة بهدفي يعني أنا لازم يكون عندي هدف واضح جدا والهدف الواضح جدا ده انت بتحسب له متغيرات اللي هي المتغيرات دي انت على أساسها بتجمع بيها البيانات طب أنا أجمع البيانات كيف؟ بيعتمد على هدفي في بيانات أنا بمشيش بس ببساطة كده زي أجيكي وأسألك وهاخد منك البيانات مباشرة وفي بيانات تانية بتكون أنا هجيبها مثلا من سورسز مريكوردي سورسز قاعدة مثلا في فايلات أو كده عشان كده إحنا عندنا نوعين من البيانات في بيانات أولية أنك أنت بتمشي تجمع الداتة من البداية خالص بتمشي للمصدر المريض نفسه أو يعني مثلا لو ما مريض مثلا الفئة أنا عايزة أشتغل عليه سواء إذا كانت طبيب إذا كانت صيادلة أو أن في بيانات ثانوية أنك أنت بتمشي الدولة أورادي عندها مثلا تقارير إحصائية بمشي أشيل منها المستشفيات جو وعندها تقارير بمشي أاخد منها عملية أنك أنت تختار من شنو بيعتمد على الحاجات كثيرة بيعتمد على هدفي في المقام الأول برضو زي ما أنت قلت على الأداتة هل هي موجودة ولا لا لو بيقيت ما موجودة أو ناقصة أنت بتفتش في طرق أخرى عشان تتم بها المعلومات المعكزة نعم أنا حقف شفت أخر حتة الطرق الأخرى دي عايزة معاك يا ضوحة ناخد أنه دائماً الواحد لازم يكون عندي شوص مختلف يعني أنت أوكي ما في بيانات لازم تكون بتفكر بطريقة تانية والحادة بتاعتك لازم توصل لازم تعمل بحث علمي لازم تكون مختلف لازم يكون عندك بصمة مع بحث حالجأ لشو تاني ممكن من العناصير أو من الأدوات عشان ما أقدر أكمل بيها البحث العلمي بتاعي واحد بشوف أنه عندي إمكانيات اللي عندي قدر شنو الميزانية إذا عندي ميزانية كثيرة وفي نفس الوقت البيانات المفقودة بالنسبة لي بيانات كثيرة طيب أنا محتاجة معناها أبدأ من الأول أليم البيانات طالما توفر عندي إمكانيات عشان أتجنب الحاجة الناقصة في البيانات بتاعتك طيب إذا الإمكانيات ما عندي ما موجودة والبيانات ماقصة بمشي للناس اللي بتاعنا الإحصال الحيوية اللي هم رحالوا إلينا عندهم طرق إحصائية بحاولوا يجنبوا بيها نعم تحليل مخصص عشان يجنبوا بيها الـ data ماقصة جميل فدي بعد ذلك ممكن بعد شوية حسب الهدف بتاعي في هدف أنا بطريقة محددة في حاجات تانية اسمها البروكسي دي حاجة محددة أنا مليدة لكن في بيانات تانية متوفرة مع بعض 1 2 3 ديل مع بعض بدوني 4 ناقص ده فأنا إذاً بشتغل بشوف ديل ناقص و1 2 3 ديل حالين مموجودين الأربعة ديل التلاتة ديل مع بعض بدوني الـ 4 ناقص ده كله بيقودنا لحيثات إنت لازم تكون عارف أصلا نفسك عايز شنو إذا عرفت إنت عايز شنو أكيد حتقدر من خلالها تصل لحيثات كثيرة عايزين طيب معاكم نصائح أخيرة نعرف رحل إن شاء الله أنتم تكلمت وقلتوا أكيد معنومات قد تكون بجاة قيمة وممتعة جدا لكل ناس بلأوري كل جو كان بيشوفنا وحيأخذها لقدام أكيد لسنوات قادمات وحيكون مركز جدا على الجانب البحث العلمي ويقدر يارف تماما أهميته ويتجه على الجانب بطريقة واسعة لكن عايزين معاكم في دقائق أخيرة نقول أهم نصائح اللي هي الناس اللي عايزة تقدم في جانب البحث العلمي اللي هي عايزة تتطور اللي عايزة تركز على الجانب تكون مختلفة جدا في المجال الطبية وحتى في المجالات الأخرى أول حاجة أنا بحيب أركز عليها يعني أنه البحث العلمي ما بس عشان أنا أخذ بيه درجة علمية يعني يمكن الناس في السودان رابط البحث العلمي عشان أخذ بيه درجة البكاليريوس أو درجة الماجستير كل بحث العلمي في حد ذاته بيكون هدف لحل أي مشكلة أنت بتستخدمه في عملك بتستخدمه تكون مهتم بعمل معي زي ما قالت ضحى بيرجع لك يعني أنت يمكن بتتعف في الأول لكن بيرجع لك البحث بيعتمد أهم شيء في الأول أن يكون هدفك محدد وإنت تكون عارف الإمكانيات اللي هتعمل بها وعلى أساسها بتقدر تعمل ديزاين للبحث حقك لا جميل بكترة ضحى إذا نحاب مثل أن أتكلم مع الشريحة الأطباء بعتبر أننا طبيبة برضو عندنا فهم أنه أنا أنا طبيب معالج ما أنا باحث لكن لا أنا طبيب وفي نفس الوقت أنا باحث قبل ما أكون طبيب يعني حتى الطفل الصغير ده هو باحث بتلقيب يحاول يفتش بهينة ويبحب البهينة واستكشف فعين لنا نزعب إننا نحن باحثين من نحن صغار فإنت كطبيب حتى إحنا في المستشف نكون قاعدين بيشوف في عيانين مثلا أنفروض قدل العلاج الفلان إلى المرضى الفلان بتلقي بعد شوين ما في استجابة للمرضى ده بخلينا أنا فكر لي ما حصلت استجابة أنا طمعالج في نفس الوقت كده أنا بقي تباحث فتحاولوا الدكاتر يكون عندهم نظر بحيينة تباحث دائما أسأل نفسك ليه حصلت الحاجة دي وليما حصلت وكيف فالحاجة دي تحصل بتلقي بجاتكيمية من الأسئلة ممكن تكون بحسية ممكن تحيل المشكل أنت مواجهة حاليا في التعامل اليوم ده إحنا باحثين بحاول أكد إن إحنا باحثين قبل أن نقوم أطباء دي الحادل بتميز أكيد أي طبيب ممكن إذا عايز تكون مميز عايز تكون إنت أبديتي عايز تنشي لكي أدام صح بكل أهدافك اللي هي شلو تلقى البحث العلمي بيحقق لك أهدافك حاول إذا عندنا ناس هم لسه في الجامعة بحاولوا أركزوا على مناهج البحث العلمي الجامعات كويس بدأت حسنة تتجاه أنه تدخل مناهج البحث العلمي في المقررات من الجامعة فأي زول فرصة الكاملة فكرة إحنا سنة كاملة إذا لقيت فرصة التدريب أمشي عليها طواري حتى وإن أنت صغير قبل ما تتخرج بحثك على التخرج اشتغلوا بطريقة كويسة لأنه بفيدك وكي بعدك تنشروا تتحبوا مؤتمرات تجروا حيك ساهمت على الأجل في فهم مشكلة أو حل مشكلة خاصة بمجتمعك الخاصة أو أضفت الزول خلينا نقول زي الخدمة يستند عليها بالضبط كما وأثريت العلم أكيد دكتورة ضوحة بعبيدة ودكتورة أشباك عبد الرحيم أنا حقيقي شكرا لكم جدا وجودكم معايا وكنا في حديث عن كتابة البحث العلمي ونشر أبراق العلمي عموما والتفاصيل والأدوات والعماصر أكيد إحنا بنحتاجها لكي لا نستطيع نكون متميزين بالأخص في المجال الطبي وأكدنا على أهمية أنه لازم بحث هم حاجة لازمتها لكي تكون متميزة أنا شكرا لكم جدا أكيد وجودكم ويوم جميل ومليان جدا بالطاقة الإيجابية شكرا الله يخليكم يا رب شكرا